إحنا استمتعنا بالحلقة اللي مضت عن يسوع ابن الله قبل ما نبتد في يسوع ابن الإنسان إزايك فيك تعطينا ملخص ولو دقيقة أو اتنين عن فكرة يسوع ابن الله حتى ندخل في صميم حلقتنا اليوم بالحقيقة من أكتر الأسماء التي أعطيت للمسيح إن اتنين ابن الله وابن الإنسان فابن الله رأينا في الحلقة الماضية لم يبدأ بهذه التسمية للمسيح في ولادته وفي صلبه وقيمته وصعوله إلى السماء فقط مذكورين هو الأربع لكن مذكور أنه منذ الأزل هو بهاء مجده وهو رسم جوهره اكزاكت امبرشن أو اكسبرشن عن جوهر الله فابن الله تحكي عن الابن الكلمة الذي صار إنسانا صار جسدا وعاش بيننا والهدف كان الفداء ولكنه سأتي أيضا للملك مرة ثانية فماذا عن ابن الإنسان أنا بأول خدمتي معرفتي البسيطة في ذلك الوقت كنت أشدد على أنه ابن الله لتدل على لهوته وابن الإنسان لتدل على ناسوته لكن اكتشرت فيما بعد أن هذا جزء من الحقيقة واليوم سنتشارك فيها وهذا السؤال طبعا اللي أعاوز أسألك زي مسألتك من قبل عن مفهوم كلمة يسوع ابن الله إذا ممكن تعطينا التعريف أو مفهوم يسوع ابن الإنسان أحب أن أشارك في البداية بآية من فيلبي 2.6 بقول عن المسيح الذي إذ كان في صورة الله لا صورة ما كان في كاميرا أكيد مش عم يحكي عن صورة صورة أي من هو الله جوهر الله طبيعا المسيح كان مش على شبايا هو في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد فإذا حتى نفهم شو يعني صورة الله خلينا نفهم شو يعني صورة عبد حين أصبح إنسان هل أصبح أقل من إنسان شبه إنسان أو إنسان بالكامل طبيعا طول بشرية فإذا كان صورة عبد تعني عبد إذن صورة الله تعني الله ما فيه أن نفهم إلا على ضوء بعدي من البعض فالهذا ينطبق أيضا على ابن الله وابن الإنسان إلى حد ما نعم ولكن ليس بالتمام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة